بعد إجراء المشاورات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من دستورينا قررت أن أعيد لكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت ولذلك سأحل الجمعية الوطنية هذا قرار جدي وثقيل لكنه قبل كل شيء دليل على الثقة الثقة فيكم أيها المواطنون الأعزاء في قدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ القرار العادل لنفسه وللأجيال القادمة ثقة في ديمقراطيتنا وفي إعطاء الكلمة للسيادة الشعبية ذلك ما ينسجم مع مبادئ الجمهورية أحزاب اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة حاولت قطع الطريق على الكثير من الإنجازات الأوروبية سواء فيما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي وبحماية الحدود بشكل مشترك وبتقديم الدعم للمزارعين ودعم أوكرانيا هذه الأحزاب تنتشر في كل دول القارة وفي فرنسا ممثلهم حصد حوالي 40% من الأصوات المعبر عنها وبما أنني أؤمن بأن أوروبا ينبغي أن تكون قوية ومستقلة وذلك لصالح فرنسا لا يمكنني أن أستسلم لهذا الوضع صعود القوميين والدماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا وأيضا على أوروبا وعلى مكانة فرنسا في أوروبا وفي العالم ترجمة نانسي قنقر